مهى المحمد نازحة سورية في لبنان تعاني من ضعف في نظرها ومن آلام في عينها اليسرى بدأت تمتد إلى العين الأخرى مهى المحتاجة إلى عملية ملحة لم تجد من يقف بجانبها ويشعر بمعاناتها سوى الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا التي بادرت وتكفلت بكامل نفقات العملية لمهى والعلاج الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين تشعر بمعاناتهم وانتقالهم من سوريا لبنان في وضع لا يحصدون عليه الست مهى المحمد عملية هي المية الزرقى في عينها ولا سبب نحن موجودين في المستشفى اليوم لإجراءها العملية هذه من ضمن جزء من ضمن نشاط الحملة الوطنية السعودية منذ سنة ونصف ومهى تعاني لكن ظروفها المالية لم تسمح لها يوما بإجراء العملية هي اليوم على فراشيا في المستشفى تشكر الحملة الوطنية السعودية التي ترقفت بحالها وانتشلتها من مأساتها صر لشيء سنة وخمسة شهور وحتى هيك الله يعني هيك معتلي ياكم هيك مش هنساعدوني بهالعملية وأنا بتشكركم كتير بتشكر كل شيء ساعدني ليه ما عملت العملية قبل حجي؟ عم تقولي إلى سنة وخمسة شهور ليه ما عملت العملية قبل؟ ما فيه ما صاري يعني لو كان معي ما صاري كانت نطرت له الأد حلق صار بسبب التاني صار فيها تجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية السعودية تكفلت بمائة وأربعين حالة ولادة لنازحات سوريات في المستشفى نفسه لا تترك الحملة الوطنية السعودية سوريا محتاجا لمساعدتها إلا وتهب لنجدته في كل القطاعات والميادين ها هي المملكة العربية السعودية تواصل مسيرتها لدعم الشعب السوري من مستشفى سبلين الحكومي مرسال كرم الإخبارية جبل لبنان